الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في درس آخر وهو الدرس الثاني من دروس علوم القرآن ولا يزال الحديث حول تعريف علوم القرآن الكريم بينا في اللقاء السابق المراد بالقرآن الكريم من حيث اللغة باعتبار أن لفظ علوم القرآن أو التركيب علوم القرآن مركب إضافي فعرفنا علوم وعرفنا القرآن كل واحد منهما على جهة الاستقلال فعلوم جمع علم والعلم ضد الجهل ويطلق ويراد به إدراك الشيء على حقيقته إدراكا جازما أو كما قال الشيخ منع القطان رحمه الله في كتابه مباحث في علوم القرآن لمن ناع القطان رحمه الله وهذا الكتاب هو المعتمد وأغلب الموضوعات أو المسائل التي نتكلم فيها في هذا الكتاب وما نذكره من إضافات أو تعليقات فإن الطالب الذي يستمع إلى هذه الدروس يسجلها ويعلقها على الكتاب أو يقيدها في كراسة أو ما شابه ذلك المهم أن المطلوب منك هو الكتاب وهذه الدروس التي تشرح الكتاب وتوضح ما في الكتاب حتى تجمع بين الأمرين فالكتاب لا بد منه وهذه الدروس أيضا لا بد من الاستماع إليها فتجمع بين الكتاب والتعليقات التي تضاف إليه في هذه الدروس أقول إن الشيخ رحمه الله عرف العلوم كما ذكرت سابقا باختصار فقال العلوم جمع علم والعلم الفهم والإدراك ثم نقل بمعنى المسائل المختلفة المضبوطة ضبطا علميا كما ذكرت في الدرس السابق بأن العلم يطلق على المسائل التي تنتظم تحت علم معين تنتظم تحت علم معين فيقال علم التفسير ويراد به ما يتعلق بتفسير القرآن الكريم علم الحديث علم النحو علم البلاغة فكل علم من هذه العلوم يسمى علما وتحته مسائل كثيرة تنتظم في هذا العلم وهذا معنى قول المؤلف ثم نقل بمعنى المسائل المختلفة المضبوطة ضبطا علميا ثم غرفنا القرآن الكريم وحده فقلنا إن القرآن كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته وذكرنا بأنه سيأتي تفصيل إن شاء الله للقرآن الكريم في درس مستقل هذا ما يتعلق بتعريف علوم القرآن باعتبار مفرديه أو باعتبار جزئيه لأنه مكون من مفردتين أو جزئين أما باعتبار علوم القرآن مركبا إضافيا يطلق على شيء معين علوم القرآن فقد عرفه أهل العلم وذكروا أن علوم القرآن كمركب إضافي يطلق على أمرين على أمر من حيث الدلالة اللغوية للتركيب وهو كل علم له صلة بالقرآن فكل علم له صلة بالقرآن يدخل تحت علوم القرآن الكريم ونحن نعلم أن القرآن الكريم كتاب جامع أنزله الله عز وجل تبيانا لكل شيء كما قال ربنا جل وعلا ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء فيدخل في القرآن الكريم علوم كثيرة ففيه علوم تتعلق باللغة وعلوم تتعلق بالكون والفلك والسماء والأرض وعلوم تتعلق بعلم الحيوان وما شابه ذلك فهذه العلوم كلها باعتبار المعنى العام لعلوم القرآن تدخل فيه فعلوم القرآن بالمعنى العام يقولون هو كل علم له صلة بالقرآن الكريم أو يؤخذ من القرآن الكريم أو يخدم القرآن الكريم وعلم التفسير يدخل تحت علوم القرآن وعلوم اللغة تدخل تحت علوم القرآن لأنها تخدمه ويحتاج إليها الدارس للقرآن الكريم حاجة ضرورية إضافة إلى علوم كثيرة ولو قلنا إن أكثر العلوم تدخل تحت علوم القرآن باعتبار المعنى العام لما أبعدنا لكن ليس هذا هو المراد عندنا في علوم القرآن وإنما المراد بعلوم القرآن هنا معنا خاص لهذا العلم كعلم مدون يدرس وحده كعلم مستقل فما المراد بعلوم القرآن كعلم مدون مستقل يسمى علوم القرآن وألفت فيه الكتب والتصانف المؤلف الشيخ منع القطان عرفه بقوله المراد بعلوم القرآن العلم الذي يتناول علوم القرآن نعرفه بأنه علم لأن علوم القرآن علم مستقل فقال هو العلم الذي يتناول الأبحاث المتعلقة بالقرآن من حيث معرفة أسباب النزول وجمع القرآن وترتيبه ومعرفة المكي والمدني والناسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن هذا ما أورده الشيخ منع القطان في تعريف علوم القرآن هو تعريف صحيح في الجملة لكنه عام أو لا يحدد هذا العلم بدقة لأنه قال في آخره إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن وهذا التعبير مجمل إلى غير ذلك مما له صلة بالقرآن فقد يدخل فيه العلوم التي لها صلة بالقرآن بالمعنى العام فيدخل فيه علوم اللغة ويدخل فيه علم التفسير ويدخل فيه علم القراءات لأنها كلها له صلة بالقرآن وقد يدخل فيه علوم أخرى لتعلقها بالقرآن لكن وهذا ما أريد أن أنبه عليه الإخوة الذين يستمعون إلى هذه اللقاءات والدروس المسجلة لا بد من العناية بالتعليق على الكتاب بحيث تستمع إلى الدروس والكتاب معك بين يديك فتقرأ وتعلق هذا التعريف أقول أيها الإخوة إن فيه نوع من الإجمال أو العموم وليس دقيقة فالتعريف الأنسب الذي أراه والله أعلم هو ما أورده بعض أهل العلم المؤلفين في علوم القرآن وأذكر أنه الدكتور فهد الرومي في كتابه دراسات في علوم القرآن ذكر بأن علوم القرآن كعلم هو علم يضم أبحاثا كلية مهمة تتصل بالقرآن العظيم من نواحي شتى ويمكن اعتبار كل منها علما متميزا أعيد علم علوم القرآن علم علوم القرآن هو علم يضم أبحاثا كلية مهمة تتصل بالقرآن العظيم من نواحي شتى يمكن اعتبار كل منها علما متميزا ما المراد بهذا التعريف؟ علم هو علم يضم أبحاثا كلية مهمة من الأبحاث الكلية المكي والمدني هذا مبحث كلي أسباب النزول مبحث كلي نزول القرآن مبحث كلي جمع القرآن وترتيبه مبحث كلي القصص في القرآن الكريم مبحث كلي المحكم والمتشابه في القرآن مبحث كلي قال تتصل بالقرآن العظيم من نواحي شتى لأن بعضها يتعلق بنزوله وبعضها يتعلق بنقله وبعضها يتعلق ببيانه وحفظه إلى غير ذلك من نواحي شتى يمكن أن تكون النواحي يعني مصدره مصدر القرآن نزوله حفظه نقله بيانه يمكن أن تعود هذه الأبحاث في اتصالها بالقرآن إلى هذه الأمور الخمسة مصدره ويدخلون تحتها الوحي وما يتعلق به ثم نزوله لأنه منزل كما هو معلوم ومسائل النزول المختلفة ثم حفظه ويتعلق بحفظه جمعه وترتيبه ثم نقله من جيل إلى آخر ثم بيانه فهذه العلوم والمباحث المتنوعة تتصل بالقرآن الكريم من هذه النواحي الخمسة أعيدها مصدره نزوله حفظه نقله بيانه وتفسيره كل علوم القرآن الكريم يمكن أن تتصل بالقرآن الكريم من هذه النواحي الخمسة وهي ما ذكرها في قوله تتصل بالقرآن العظيم من نواحي شتاء يمكن اعتبار كل منها علما متميزا فأسباب النزول يصلح أن يكون علما مستقلا متميزا المكي والمدني وفيه مؤلفات المكي والمدني كذلك جمع القرآن كذلك الناسخ والمنسوخ كذلك وهكذا هذا هو التعريف وهذا هو شرحه وذكرت لكم بأن هذا التعريف مأخوذ من كتاب دراسات في علوم القرآن للدكتور فهاد الرومي وهو كتاب جيد ينصح بالرجوع إليه والإفادة منه وبهذا نختم لقاءنا هذا أسأل الله تعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين